موسيقى من واصل دراستنا في معجزات المسيح في كفر نحوم ورح أتكلم عن معجزة مهمة للغاية اللي حدثت في نفس هذا المجمع في مجمع كفر نحوم حتى أذكركم هذا المجمع المبني من حجارة بيضاء جابوا من مقلع حوالي 10 كم لأن كل المنطقة حجارة سوداء بازلتية هذا المجمع اللي من القرن الرابع مبني على المجمع الأساسي موجود أساساته طبعاً اللي هو من القرن الأول من أيام يسوع المسيح المسيح كان يدخل المجمع كعادته والشيء الغريب أنه كانت الناس بتراقبوا كيف ولا فكانت الشوارع مزدحمة والنفوس تأتي من كل حد بنوصوا كانوا يأتون من الجهة الشرقية من الأردن من سوريا من لبنان من اليهودية من الجليل حتى يسمعوا كلام يسوع وكان البعض يأتي عنده حب استطلاع وبعض الآخر ليستشفي ولكن في هذه الحالة للأسف في هذا المجمع كانوا يراقبونهم كان فيه بالمجمع رجل يده اليمنى يابسة فالمعجزة هي شفاء الرجل ذي اليد اليابسة في مجمع كفر نحوم واليد اليابسة اللي هي اليد اليمنى بيذكر الكتاب اليد اليمنى اللي منستخدم دايماً في كل شيء فاليد اليمنى هي تعبير عن القوة الحماية والحفظ والعمل وعد عن الآيات الكثيرة التي تتكلم عن يمين الله أو يد الله اللي فيها القدرة على الخلاص والإنقاذ إلى آخره فمهم جداً أنه ذكر اليد اليمنى لكن كانت يابسة لا أعلم ما هذه اليبوسة ولكن ظاهر نوع من الشلل يعني ما كان يقدر يحرك إيده إطلاقاً أو لربما تشويه جسدي نتيجة مرض معين أو يمكن نتيجة وراثية ولكن على أي حال هذا المرض ما كانش إلو أي علاج ولا أي شفاء مرض عاطل جداً مرض بغيض فبيجعل الإنسان عاجز لا يستطيع أن يعمل لا يستطيع أن يعمل أي شيء كأنه خلص مشلول نوعاً ما جاء المسيح إلى المجمع كعادته وكانوا مكتوب صاروا يراقبونه لاحظ يعني الشيء العجيب والغريب أنه يراقبونه لأنه عارفين أنه يسوع عنده القدرة يعني بكلمات أخرى لم يشكوا في سلطان المسيح ولا حتى كان يشكوا في محبة ورغبة يسوع المسيح في عمل الخير والرحمة والشفاء فكانوا يدركون كل هذا ولكن كانوا يراقبونه بالحري هل سيكسر السبت هل سيتجاصر هذا الإنسان أنه يعمل شيء للخير في هذا السبت يعني واضح أنه كان القلب شرير من الداخل والدافع لوجودهم في بيت العبادة في بيت يعني الاجتماع كان لغرض خاطئ وهذا من أسوأ أنواع يعني العبادة أنه شخص بيجي على كنيسة إما حب استطلاع أو مراقبة أو حتى يشوف علي أو يشتكي على الشخص الآخر فكان السؤال هل يحل الإبراء في السبت أو في السبت وكان هذا الشيء لكي يشتكوا عليه مش عشان مصلحة هذا الإنسان العاجز المريض يتحرر من مرضه لكن المسيح العالم بكل شيء عرف أفكارهم فأقام الرجل في الوسط لكن المسيح حكمة المسيح أجاب بسؤال يعني سؤالهم أجابوا بسؤال بالحقيقة هل يحل في السبت فعل الخير أم الشر يعني بكلمات أخرى وضعهم في قفص الاتهام ولربما كانوا يركزوا على الناحية القانونية الشرعية بحسب وصية السبت ولكن المسيح تعبق أكثر ليس فقط بشكل القانوني ولكن الأخلاقي في هذا الموضوع هل يحل فعل الخير أم الشرف السبت تخليص نفس أم هلاكة أو قتل نفس يعني لما سأل هذا السؤال طبعا ما فيه إجابة لأنه الجواب الطبيعي التلقائي طبعا الخير والمحبة وأنه الرغبة في الخلاص والشفاء أيضا ولكن مكتوب فسكته لما سكته شاف القلوب المليان حقد المليان غضب فامتلأ غضبا على غلاظة قلوبهم يا للعجب بدل ما أنه يتمنوا خير وشفاء هذا الإنسان عم بينتظروا يتصيدوا يسوع المسيح إما بكلمة أو بعمل حتى يتهموا أو يشتكوا عليه في أي شيء فالمسيح برضو أجاب بحكمه طالما أنه سكته فجوابه كان إذن يحل فعل الخير في السب فقال يسوع لهذا المريض مد يدك اليد اليمنى فمد طبعا يده مكتوب فعادت صحيحة ولاحظ أنه المسيح شفى هذا المريض بكلمة يعني لم يعمل أو يكسر بكلمة الله إذن يحل فعل الخير في السب بالعهد القديم في قصة شبيهة ولكن ملك اسمه ياربعام في رجل من رجال الله نبي اتنبأ وتكلم على بيت ياربعام وضد ياربعام فحاول يمد إيده يعني يمسك هذا النبي أكيد حتى يتخلص منه لما حاول صارت يده يابسة فشاف القدرة الإلهية فابتدى يطلب من رجل الله أن يتضرع من أجله حتى يعني يشفى وفعلا تضرع رجل الله فعادت يده وشفى هذا الملك ياربعام في العهد القديم لكن في العهد القديم في الجديد مكتوب عن يسوع كان يجول يصنع خيرا في السبت وفي غير سبت فالمسيح صنع عدة معجزات في أيام السبت وكانت كل هذه المعجزات لخير الإنسان ومنفعة الإنسان أيضا مد يدك فعادت صحيحة بكلمة الرب يسوع المسيح فإذن السبت هو راحة ولكن راحة الله هو في إنقاذ المعذبين والمساكين والمحتاجين والمرضى أيضا يعني بكلمات أخرى الرب يسوع أعطاه القدرة أنه يرجع يعمل يشتغل ويحصل مصاري اليوم فيه جمعيات وهيئات خيرية كتير مش بس بتساعد الفقراء والمحتاجين لكن بتساعدهم حتى يساعدوا أنفسهم يعني بدل ما يعطي تقدمي بيساعدوه أنه يجد عمل ويعطوه المعدات ويبتدي يعمل وهذا ما فعله يسوع قديما أعطاء العمل أعطاء القدرة إنه مش يمد إيده يكون محتاج ولكن أعطاء القدرة إنه هو يعمل حتى يحصل ويهتم بأهل بيته نتيجة هذه المعجزة يمكن أعتقد لأول مرة ابتدأوا بمحاولة قتل يسوع المسيح فإذن يعني كما قال يسوع إنه يحق فعل الخير في السبت تخليص نفس في السبت تظهر رحمة في السبت في موقع آخر يعني من منكم يعني إذا خروف ولا حمار سقط ألا يقيمه فكم بالحري هذا الإنسان اللي محتاج رعاية ومحتاج عناية فالسبت خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت وبالحقيقة إنه المسيح هو رب السبت